أهلاً وسهلاً بكم في الدرس الثامن والتسعين مع كلمة جديدة وهما كلمة brother هي أن أتعلم أسرار هذه الكلمة وكيفية استخدامها وأهم المرادفات فقط في دقيقتين أما الآن أضغط على العجاب اشترك في القناة فعلى زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس مباشرة حين النشرة كلمة brother بمعنى شقيق أو أخ وتستخدم بالطريقة التالية يعيش مع أخيه الأصغر هو يعيش مع أخوه الأصغر المثال الثاني هذه الليلة حاول أن تكرر هذه العبارات خمس مرات بصوت مرتفع وجميع العبارات حتى تتقنها بشكل صحيح واكتبها فيك الرأسك أيضاً إذن أقرأ معي الآن I will watch over your brother tonight ممتاز أهم معادفات كلمة brother هي sibling sibling أخوان sibling and soul soul brother soul brother توأم الروح soul brother ممتاز حاول الآن أن تستخدم كلمة brother في جملة ضع كلمة brother في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو بالتعليق حتى استفاد من الآخرون أيضاً شكراً لكم على المتابعة انتهينا من هذه الحلقة انتظرونا في الحلقة القادمة مع كلمة جديدة ومهمة جداً أيضاً كلمة both both سوف نشرحها بالتفصيل شكراً لكم وإلى اللقاء